ثلاثمية واثناشر ثم قال له الأشعس بن قيد وهو من كندة يا رسول الله نحن بنوا آكل المرار وأنت بنوا آكل المرار قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحار وكان تاجرين إذا شاع في العرب أي إذا انتشر وسافر في بلاد العرب وفي رواية توقات الكبرى لابن سعد أن ذلك كان إذا سافر إلى اليمن فسئله ممن أنتما قال نحن بنوا آكل المرار يعني ينتسبان إلى كندة ليعز في تلك البلاد لأن كندة كانوا ملوكا فاعتقدت كندة أن قريشا منهم لقول عباس وربيعة نحن بنوا آكل المرار وآكل المرار يعني كندة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا على كلام الأشعس بن قيس لا نحن بن الندر بن كنانا إذن فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعمه بعض رجال كندة بأن الرسول منهم نفى ذلك الرسول وأثبت أن ذلك إنما كان يقوله العباس وأبو صفيان كما في الرواية الأخرى وذلك إذا قدم اليمن ليعز في تلك البلاد فهذا يشبه في عصرنا ما إذا سافر أحد أهل السنة إلى بلاد الشيعة كإيران مثلا فيزعم هناك أنه من نسل علي بن أبي طالب وأنه من أهل البيت وإنما زعم ذلك ليأمن من أذى فرقة الشيعة الضالة لأن الشيعة يعظمون علي بن أبي طالب ويضطهدون أهل السنة اضطهادا شنيعا يصل إلى التعذيب والقتل لذلك أبو صفيان بن حرب والعباس كان إذا سافر إلى اليمن يزعمان أنهما من نسل ملوك كندة وذلك ليعزة أي لينال العزة في تلك البلاد ويأمن من شر أهلها فاعتقد بعض رجال كندة أنهما من كندة لهذا السبب وقد نفى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكمس الكذاب الخبيث حزف كل ذلك لكي يوهم المشاهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه من كندة لقد زعم هذا الكمس الكذاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترف بأنه من كندة وأنه ليس من بني هاشم وهذا كذب مفضوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترف وإنما نفى صحة هذا الزعم ثم صرح بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى أن قال ابن النضر بن كنانة قال ذلك صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وثمعه الجميع ولم ينكر عليه أحد وأما غباء القمس الصريح هو أن هذا الغبي ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بن النضر ابن كنانة فقد غاب عن هذا الغبي أن النضر كان اسمه كريش فقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بن النضر بن كنانة يعني نحن بن قريش وهنا يشاء الله تعالى أن يفضح هذا الغبي الجاهل حين علق على هذه الرواية وهو يتكلم عن النبي فقال الغبي الجاهل بل يتكلم نعم بل ويزعم كاذبا أن بعض الباحثين علقوا على هذه الرواية فقالوا وقد علق بعض الباحثين على ذلك بقولهم إن رجالا من كندة وليس من بني هاشم قالوا إن محمدا من نسلهم واعترف محمد بذلك انتهى كلام الكذاب الخبيث وقد رأينا فيما سبق أن هذا الكذاب يستخدم كتاب السيرة النبوية لابن هشام وعلى الرغم من ذلك فإن الله تعالى قد أعماه عما جاء في هذا الكتاب من أن النضر ابن كنانة هو قريش جاء في السيرة النبوية لابن هشام القسم الأول صفحة 93 قال ابن هشام النضر كريش فمن كان من ولده هو كرشي ومن لم يكن من ولده فليس بكرشي فالنضر اسمه كريش وجاء في لسان العرب كريش قبيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوهم النضر ابن كنانة فكل من كان من ولد النضر فهو كرشي كما أن هذا القمس الكذاب قد دعم أن الإمام ابن كثير فاتذكر هذه الرواية في باب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وحد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير باب تزويج عبد المطلب لابنه عبد الله وهذه الرواية في الحقيقة إنما هي في كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المطلب باب ذكر نسبه الشريف وفي هذا الباب ذكر الإمام ابن كثير صفحة 354 عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب أي أن عبد الله كان أصغر ولد أبيه عبد المطلب فنسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ثم قال صفحة 360 وهذا النسب بهذه الصفة لا خلافة فيه بين العلماء لا خلافة بين العلماء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم لذلك غير القمس الكذاب عنوان الباب لكي لا يقرأ المشاهد ما ذكره الإمام ابن كثير من أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليه جميع العلماء فتعمد القمس الكذاب أن يغير اسم الباب لكي يخفي أن الباب يتكلم عن نسب النبي الشريف وطيب أصله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى مدى كبح خبس هذا القمس الكذاب تحريف وتزوير وحزف وتشويه وهذا من عزة ديننا أن الأعداء أن الأعداء يعجزون عن الطعن فيه فيلجأون إلى التحريف والكذب والتزوير ولو وجدوا فيه مطعنا واحدا ما لجأوا ومحتاجوا إلى كل هذا الكذب والتحريف الحمد